بسم الله الرحمن الرحيم كيف حالكم يا سادس؟ بدأنا البارحة في أسئلك الكتابة واليوم سنكملها إن شاء الله السؤال الثالث أكمل كما في المثال عندنا مثال هذا كساء جميل لماذا وضعنا هذا أولا؟ هل هي اسم إشارة أم اسم موصول؟ اسم إشارة أسماء الإشارة هذا هذه هذان هتان هؤلاء للمذكر ولمؤنث إذن هذا كساء جميل اخترنا هذا لأنه عنا هل نؤشر عن ماذا؟ عن اسم مفرد وليس مثنى أو جمع إذن كساء نسبه هذا اسم الإشارة هذا لأنه ماذا؟ اسم مفرد مذكر هذا كساء جميل هلأ من الحول هلأ مثنى؟ هذان كساء جميلان لماذا وضعنا هذان؟ لأن كساء مثنى نضع له هذان إذن هذان كساءان جميلان هنا كتبت الهمزة المتطرفة على السطر لماذا؟ لأنها مسبوقة بحرف العلة أو المد آ طيب يا ماما وضعنا ألف التثنية بعد الهمزة المتطرفة هل أوصلنا الألف مع الألف؟ لا لم نوصل الألف مع الألف لماذا؟ لأنه الحرف الذي قبل الألف لا يوصل بما بعدها اللي هو آ التثنية إذن كساءان تكتب على هذا الرسم هذان كساءان جميلان هذا وعاء كبير نفس الشيء هنا هذا لأن استعملنا اسم الإشارة هذا لماذا؟ لأن وعاء اسم مذكر مفرد يناسبه اسم الإشارة هذا كتبت الهمزة متطرفة لأنها مسبوقة بحرف العلة أو حرف المد آ نريد أن نضع ألف التثنية لوعاء أي يصبح وعاء هذاني وعاء كبيران هذاني وعاء كبيران لماذا لم نوصل الألف ما قبل الهمزة مع ألف التثنية؟ لأن هذا الحرف لا يوصل بألف التثنية السؤال الرابع أعطي مفرد الكلمات الآتية واكتبها في دفتركة هنا هنا جموعة أسماء عبارة عن جمع أشياء أعباء أجزاء هذه جموع جمع تكسير أشياء أعباء أجزاء ونلاحظ بأنها تنتهي بهمزة متطرفة لماذا يا سادس؟ منلاحظ الحرف اللي قبلها إنه حرف علة أو مد آ هون آ هون آ لذلك كتبات متطرفة الآن السؤال هنا أعطينا جموع يريد أن نعطيه المفرد يريد أن نعطيه المفرد أشياء جمع تكسير ما مفرده شيء أشياء شيء أعباء عبء أعباء عبء أجزاء جزء أجزاء جزء طيب منلاحظ أيضا حتى المفرد مكتوبة إن الهمزة متطرفة لماذا؟ هون أشياء حكينا مسبوقة بألف اللي هي عفوا حرف علة أو حرف المد آ طيب شيء لماذا كتبت متطرفة نفس الشيء لأنها سبقت بحرف العلة أو المد آ أعباء كتبت متطرفة لأنها مسبوقة بحرف المد آ أو حرف العلة هون عبء لماذا كتبت على السطر أو متطرفة لأنها مسبوقة بحرف صحيح ساكن لأنها مسبوقة بحرف صحيح الساكن أجزاء حكيتك蒼ك concerned لأنها مسبوقة بحرف العلة آ جزء متطرفة لها مسبوقة بحرف صحيح ساكن إذن عندنا شرط كتابة الهمزة المتطرفة إنها تكون مسبوقة بحرف علة أو حرف المد آ أو إي أو إنها مسبوقة بحرف صحيح الساكن السؤال الخامس أكمل الفراغ بماء الاستفامية وأجر تغيير المناسبة طبعا كل هلأ لازم يعرف إنه ماء الاستفامية عندما تدخل على حرف الجر يجب حدث آ أو ألف стоماستفامية يجب حدث آ هاي ألف ماذا إما استفامية عندما تدخلها على حرف الجر طبعا حروف الجر من إلى عن على في الباء الكاف اللام تدخل عليها ماء الاستفامية دغري دغري شو من أعمال يا ماما نحدف الأا تبعد للامال استفامية التحدف وجو بال تتكاثر الطيور عندنا حرف الجر ب ندخل على المال استفامي نكتب بماء طبعا خطأ نقوم بحضف الأا وتعويضها بحركة الفتح بماذا تتكاثر الطيور بماذا تتكاثر الطيور بماذا تتكاثر طيور يشكو المريض أن من من زائد ما من زائد ما حكيت لك من وعن عند وضع ما الاستفامية ما حمادة نقوم به حدث ألف ما وحدث النون تصبح من ما ماشي يا ماما من وعن عندما تدخل عليهم ما الاستفامية ووجب حدث ألف ما الاستفامية والنون من حرف الجن تصبح مما يشكو المريض السؤال السادس علامة الترقيم زي ما حكيت لكم النقطتان الرأسيتان توضع بعد جملة مقول القول وقبل التعداد وعن النقطة بعد إتمام الكلام وعلامة الاستفام توضع بعد السؤال عن الشيء المبهم أي الشيء الغير معروف وتكون أداة الاستفام في بداية الجملة هيا بنا ضع علامة الترقيم المناسبة بين القوسين فيما يأتي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هنا نضع علامة استفام لا هنا نضع نقطتان رأسيتان لماذا؟ لأن اتحدثت وحكيت لك إيش؟ أنه بعد جملة مقول القول بعد قالة نضع نقطتان رأسيتان ألا أنبئكم بأكبر الكبائري؟ أضع نقطة فقط لا لماذا؟ لأنه بدأ في جملة استفامية يا سادس بدأت بهمزة الاستفامية ألا أنبئكم بأكبر الكبائري؟ علامة استفام قلنا نضع نقطتان رأسيتان لأنه جملة مقول القول زي قال نقطتان رأسيتان بلا يا رسول الله هون فاصل لماذا؟ لأننا نربط الجمل ببعض قال نقطتان رأسيتان جملة مقول القول الإشراك بالله وعقوق الوالدين إذن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نقطتان ألا أنبئكم بأكبر الكبائري؟ علامة استفام لأنه عندنا سؤال قلنا نقطتان رأسيتان لأنه جملة مقول القول بلا يا رسول الله قال نقطتان رأسيتان الإشراك بالله وعقوق الوالدين هنا وضعنا نقطة لماذا؟ لأنه أنهينا الكلام أنهينا الكلام هون يا سادس أحب أن أذكركم بأنه دخول حرف الجر على اسم معرف الحكاة تكحط نكرة فعلا نكرة نحن بأمان الحكاة تك نحن بنشاط لكن هنا لم دخلت على حرف على الاسم المعرف أيضا هون قصد الكاتب مين اسم المعرف هون هون اسم المعرف هون اسم المعرفة